اشتركوا في القناة وكان بيقابل أرمالة عجوزة وكان بيقول لها قال هو قال لها هو أنا طلبتك للجواز مبارح ولا لأ فقالت أنا عارفة أن حد عمل كده بس أنا مش قادرة فتكر مين بس الحقيقة هي أن العلماء بيقولوا لنا أن من كل الدراسات اللي تعاملت قبل كده أن أغلبنا أكتر سعة يقدر يستخدمها العقله هي أقل من 20% بس ده بالنسبة للشخص اللي بيستخدم الغالبية الشخص العادي بيستخدم أقل من 5% من ذاكرة سعة عقله اللي الله حطها في عقولنا إحنا بنقدر نفتكر أكتر من اللي بنعترف به وطبعا إلا إذا فيه أي مرض بيأثر على الزاكرة دي حاجة مختلفة في الواقع عقلنا تقدر تخزن معلومات لحد 86 مليون بايت لما تفكروا في ده وده عامل زي مئات وألاف الكتب اللي ممكن حرفيا تتخزن في عقلنا وخزاين زاكرتنا بس طول ما احنا بنقول لنفسنا أننا مش بنقدر نفتكر مش هنفتكر كأنك بتتنبأ عن نفسك بس الحقيقة هي أننا كلنا بنفتكر اللي عايزين نفتكره حتى الأطفال الأطفال الصغيرين بيستخدموا العذر ده أصلي مش قادر أفتكر في الواقع شوية منهم بيستخدم العذر ده على أنه مناسب لما ما يبقاش عايز يعمل مفروض منه الطبيعة البشرية بطبيعتها كده احنا بنفتكر الحاجات اللي عايزين نفتكرها وفي الواقع هو ده سبب أن من أهرامات مصر لحد تمثيل واشنطن في أمريكا على مدار التاريخ الحاجات دي اتعملت علشان تفكرنا أننا نحتفظ بذاكرة الحاجات محددة فعقولنا وما ننسهاش أبدا بلدنا دلوقتي في اللحظة دي في تاريخنا دلوقتي احنا بنمر باللي أنا بسميه حالة متأخرة من النسيان هي حالة مقصودة من فقدان الزاكرة فقدان الزاكرة بالنسبة للمؤسسين فقدان الزاكرة بالنسبة للتاريخ الحقيقي للبلدية فقدان الزاكرة بالنسبة للتأسيس الكتابي للبلدية فقدان الزاكرة بالنسبة للجزور الكتابية للبلدية شوية من القادة بتوعنا بيلفوا يدوروا وبالقصد بيحاول انهم يلغوا من ذكرتنا بيحاول يلغوا ده من ذكرتنا ان البلد دي اللي اسسها هو الحق الكتابي ان البلد دي كانت مبنية على الاعتماد الكامل على اله الكتاب المقدس ان البلد دي بلد بقت عظيمة ببساطة علشان الاساس الالهي ان البلد دي كريمة ومعطاقة ومرحبة وبتحب الناس علشان هم قصدوا يعلنوا حبهم لله بانهم يبقوا بلد مرحبة زي الله ليه انا بقول لكم الكلام ده في سلسلة حلقات عن الصلاة بعنوان ادعيني علشان لما تطلب الرب علشان اللي انت عايزه او محتاجه وما تصليش بشكر علشان اللي هو عمله في الماضي صلاتك ساعتها ما بتكونش فعالة لما بس بتيجي الربنا ومعاك لست الطلبات البقالة بتاعتك وتقوله اديني ده والديني ده يا رب وبعدين تكمل في طريقك الجميل السعيد تبقى فشلت انك تاخد فعالية في صلاتك لو فحصت كل الصلوات العظيمة في الكتاب من صلات دانيال في اصحاح تسعة لحد نحمية بعد ما شعب الله رجعوا من السبيل لحد صلات سليمان لتدشين الهيكل وكمان لحد صلات استفانوس قبل ما كان بيموت في صفر الاعمال هتلاقوا هتكتشفوا هتشوفوا فعلا بنفسكوا انه كل واحدة من الصلوات دي بدأت بانها بتفتكر وتشكر على اللي الله عملوا معهم في الماضي كل واحدة منهم من الصلوات العظيمة دي ابتدت بإعادة رعاية الله ليهم في الماضي كل واحدة من الصلوات دي بدأت بإعلان اللي الله عملوا في الماضي ليه؟ علشان النسيان لبركات الله في الماضي هو مؤشر لعدم إعلان فضل الله في الحاضر النسيان لتدخلات الله في الماضي بيخلي صلواتنا مش فعالة شفنا في الوحظة اللي فاتت ان المثابرة في الصلاة والعلاقة الحميمة مع الله في الصلاة كل يوم مرتبطة بشكل مباشر لرجاءنا وفرحنا وهنا هنشوف ازاي لما نفتكر بركات الله ازاي لما نفتكر بالشكر واحنا بنصلي ليه اهمية حيوية علشان تبقى صلاتك فعالة امام الله ده مهم اسمعوا دي مش فكرتي دي فكرة الله اصله الله اللي عملنا اللي جمعنا حتة واحدة اللي نساجنا في بطن امنا هو عارف اننا نقدر بسهولة نطور احساس النسيان ناحية اللي الله عمله ناحية بركات الله السابقة في حياتنا وعشان كده هو باستمرار بيفكر شعبه مرة بعد مرة بعد مرة عشان كده هو باستمرار بيشجعهم انهم بقصد وبلا نهاية وبإرادة يعملوا نص بتذكاري مرئي للبركات السابقة دي وعشان كده يشوع بيقول لشعب الله انهم ينصبوا التذكارات دي يشوع في إصحاح 4 الله قال لهم انصبوا احجار التذكرة دي احجار تفكركوا في مجرى نهر الاردن علشان الله ما كانش عايزهم طبعا يعملوا نصب تذكاري علشان يبقى تمثال قدامهم ما كانش ده هدف الله خالص طبعا هو كان عايزهم باستمرار يعبروا بشكر وتزبيح في صلوتهم كل مرة بيشوفوا فيها النصب ده الله عايز انهم باستمرار يتملوا بالإيمان في الصلة بتاعتهم دايما كل مرة كانوا يشوفوا فيها النصب ده عن اللي الله عملوا معاهم الله كان عايزهم يشهادوا لولدهم والأجيال اللي بعديهم كل مرة كانوا بيشوفوا النصب ده بيبقوا عايزين يقضوا وقت في التذبيح لله أنا أقدر أكد لكم أنه غالبا ما فيش هادة أعظم ما فيش هادة أعظم لولادكم أكتر من لما تصلوا معاهم وأنكم تشهادوا قدامهم عن اللي الله عملوا معاكم في حياتكم في الماضي إزاي الله استجاب لصلاوتكم إزاي الله برككم إزاي الله طلعكم من موقف صعب إزاي الله شفاكم إنكم تشهادوا لي دي أعظم قوة تقدروا تختبروها في أوقات الصلاة ما فيش هادة أعظم من إعلان طريقة بركة ربنا ليك في الماضي ما فيش حاجة تبني وتقوي الإيمان في الصلاة أكتر من إنكم تبدأوا بإعلان اللي الله عمله علشانك في الماضي أعظم حاجة ده حقيقي ما فيش صلاة مؤسرة أكتر من الصلاة اللي مليانة بالتسبيح لخلاصك بركة أكبر من كل البركات اسمعوا اللي حصل وعشان كده يشوع كان مصمم وقاسف إنه يخليهم يعملوا المطلوب في نصب التسكار ده أصلي يشوع كان موجود مع موسى لما خرجوا من مصر كان موجود لما شاف معجزات الله والضربات كان موجود لما عدوا في البحر الأحمر كان موجود لما شافوا المن نازل من السماء كان هناك وكان موجود وشاف كل ده لكنه برضو كان موجود لما شاف إزاي هم بسهولة نسيوا كل اللي الله عملوا معاهم إزاي بسهولة أنكروا اللي الله عملوا في الماضي إزاي هم بسهولة اتجاهلوا إلا الله عملوا معاهم في الماضي لما افتكر كل شكوة الماضي لما افتكر كل دمدمة الماضي لما افتكر لما كانوا بيشتكوا على موسى وقالوله هل لأنه ليست قبور في مصر أخي ستنا لنموت في البرية كل مرة وجهوا فيها تحدي ما بطلوش وما قالوش نشكر الله على العمل أنه وبعد عن ربنا يشوع شاف كل دا إنهم بدل ما يشكروا ويسبحوا ويعبدوا الله عشان كل المعجزات اللي اتعاملت لما يشوع شاف ماضيهم في نسيان معجزات الله لما عدوا البحر الأحمر لما يشوع شاف إزاي هم كانوا مش شكرين لعناية الله ليهم بالمية والمن يشوع شاف إزاي كان عدم شكرهم شكر الشعب لله عن خروجهم وجودهم لغاية دلوقتي في البرية لما يشوع شاف أسلوب الشعب الوحش نحيط الله كان واضح قوي في الكلمات اللي غالبا إحنا بنستخدمها النهاردة ونقول طيب أصلا هو أنت عملتلي إيه يعني أنا مش فاكر حاجة ماشي أنت عملت ده بس عملتلي إيه قريب يا رب شايفين لما شاف كل ده وإن الله في الأساس قال إن عشان اتجاه عدم الشكر ده والجيل ده كل واحد فيهم لازم يموت ويدفن في البرية وإن كل واحد في الجيل ده مش هياخد امتياز إنه يروح لأرض الموعد لما شاف عدم شكرهم في التزبيح والشكر عمل إيه بالجيل ده عمل بيه إيه عمل بيه إيه ما عملش حاجة كان يشوع بيقول أنا مش عايز ده يحصل للجيل بتاعي أنا مش عايز ده يحصل للجيل اللي جاي شايفين حرفيا عدم شكرهم وتسبحهم لله منعهم من الدخول لأرض الموعد والله استنى أربعين سنة أربعين سنة لحد ما كل واحد من ناس الشكيين والمدمدمين والجحودين دول يموت ويدفن في البرية اسمعوني كويس في الحتة دي يا شعفهم إن علشان الصلاة تكون فعالة لازم تبقى مليانة بالتزبيح والشكر لله عمله مع الناس في الماضي علشان الصلاة صلاتك أنت وصلاتي أنا تكون مؤسرة مش بإنك تجري على الله بلسة الطلبات لمجرد إن الله رحيم ورؤوف ويستجيب لصلواتك ده مش معناه إنك تخلي الصلاة عادة لو بقيت الصلاة عادة عادية كده يبقى أنت مش بتكرم الله الله عايزك تيجي لحضوره مش تندفع بلسة طلباتك لكن تندفع بالتزبيح والشكر ليه خلونا أسألكوا سؤال ليه الله بيستجيب صلوات ولاده الأمنا طيب الكتاب يقول لنا بكل وضوح كده عشان يقوي إيمانهم فيه عشان يساعدهم دايما يسقوا في كلمته علشان يعلن محبته لولاده فبس تخيلوا كده لما الله يتصرف بمحبة وبرحمة وبنعمة تجاه أولاده وكل ده نعتبره شيء عادي بس فكروا هو هيحس بإيه لما ما يدركوش في الصلاة أصلا كل بركاته في استجابات لصلاواتهم أو يتعاملوا كأنها حق ليهم كأنه بيردوا لهم دين عليه أو يعيدوا تفسيرها على أنها حاجة يردها لشخص تاني أو لنفسهم يعني حاجة زي كده لو يفسروها بعيد عنه زي الحظ مثلاً أو الصدفة أو أن أنا كنت في المكان الصح في الوقت الصح أو أن طريق التفكيري الاستراتيجي هي اللي وصلتني هنا أياً كان فكروا بس فل الله بيحسوا لما تقولوا بتبكوا وبتطلبوا حاجة تانية من غير ما تقضوا وقت معاه تشكروا على اللي خلصت دهولكم قبل كده اسمعوا اتجاه الشكر ده لازم ياخد مكانه في حياة صلاتك اليومية لازم اتجاه الشكر والتسبيح لله ده لازم ياخد مكانه في حياة صلاتنا العلنية اتجاه الشكر ده والتسبيح لله على بركاته الماضية لازم يبقى هو حجر الزاوية بتاع وقت الصلاة لكل عيلة هو حجر الزاوية أنا عارف أن في حياتي لما كنت بتعلم الدرس ده بمدار الوقت وبقيت مرات كتير زي كتير منكم عارف أنا بصحة بدري وببدأ أعد وبارك الله على كل الصلوات المستجابة كل البركات الماضية وكل اللي عملوا معايا وبعد أربعين دقيقة ما بكونش صليت لأي حد لسه هتقولي ممكن أطلغبط في العاد أوكي اكتبهم عادي يعني اكتبهم كلهم على ورقة اقراهم لربنا مش مشكلة هو ده مش هزعى لربنا أبدا اكتبهم كلهم خد لحظة وحطهم كلهم في لسه ويفضل زود عليهم وابدأ بأنك تسبح الله وتشكره على اللي عملوا معاك قبل كده ابدأ واعتصالاتك بالشكر ابدأ بتسبح الله أنا عارف إن ده مش سهل خصوصاً لما العواصف الصعبة في الحياة تبدأ تنقد عليك بتشوش رؤيتنا ما بيكونش سهل إنك تفتكر الحاجات المزهلة اللي الله عملها في الماضي بنلاقي نفسنا اتعامين عن البركات دية بيتمسحوا من ذاكرة عقولنا خالص لكن افتكروا تبارك الله على اللي عمله قبل ما تندفعه في محضره بتصرخه لللي عايزينه منه ابدأ الأول بالتسبح لي على اللي عمله في الماضي ابدأ الأول بإنك تاخد وقت تشكره على رعايته اللي فاتت ليك ابدأ بإنك تعلن اللي عمله علشان قبل كده اشهد لعيلتك وأصحابك عن رعايته اللي فاتت ليك هتندهش صدقني هتندهش ازاي هيبان ان الورطة اللي انت فيها صغيرة قوي اعمل كده خصوصا لما تكون بتواجه تجارب في الحياة خصوصا لما تكون بتختبر أوقات ملخبطة وكلنا عشناها وهنعشها خصوصا لما تكون مش متأكد انت رايح فين وكلنا عشناها خصوصا لما تبقى مشتاء ان الله يقسم السمى نصصين وينزل يساعدك بطريقة معجزية في الأول خد وقت انك تشكره على خلاصه السابق خد وقت عشان تبركه على شفاءه السابق خد وقت وافتكر بشكر استجابات الصلاة اللي فاتت هتكون ساعتها بتستقبل سلام وثقة مزهلين ورضا الله بس اللي يقدر يدهملك حتى وانت لسه مستنيه يستجيب لصلاتك دلوقتي في قصة مش غريبة عليكو كلكو مش محتاجين تفتحوها دلوقتي انتو عارفينها اغلابكو عارفا وهي قصة العشرة البورس اللي جمب ليسوع وهو طهر كل واحد فيهم كل العشرة اتشافوا جسديا من العشرة دول كان في تسعة يهود شعب العهد وكان في واحد سامري واحد بس والكتاب قال ان السامري هو الوحيد اللي رجع ليسوع احنا ما نعرفش اخد وقت قد ايه علشان يرجع ولا اخد كم يوم ولا مش كم كيلو ولا كان قريب ما نعرفش لكنه رجع تاني رجع عن قصد بحسم ووضوح رجع تاني اليسوع علشان يقول شكرا نفسي اقدر انقلكوا كلمات يسوع في لقاء 17-17 وازاي بهروني من وسط صفحات الكتاب خلونا احاول على قد ما اقدر وادي اللي عايز اقوله دلوقتي لما بص على الراجل الواحد ده اللي برا العهد بيرجع وبيسجد ليسوع ويقول بشكرك علشان شافتني ايه دل ليسوع قاله بالحرف أليس العشرة قد طهروا فأين التسعة عدد تمنتاشر بيقول بيقول ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس عدد تسعتاشر يسوع بص على السامري وبعدين قال له قم وامضي ايمانك قد خلصك يا حباء اسمعوني لو عمرك مفهمت ان في بركات مميزة متشالة علشانك في الصلاة لما تقضي وقت تسبح وتشكر في الله يبقى محتاج تعرف ده محتاج تفهم ده وده موجود هنا في الفقرة دي كل البقيين اللي هم أخدوا شفاء جاسدي كل البقيين أخدوا تأجيل مؤقت لألمهم الجاسدي ومن ألم العزلة ومن ألم الرفض من المجتمع علشان طبيعة المرة الدوة كلهم أخدوا المعجزة لكن ده الوحيد اللي رجع كان مليان بالعرفان كان مليان بالشكر كان مليان بالتسبيح وكانت النتيجة أنه أخد أكتر بكتير من مجرد شفاء عضوي لجسده أخد كمال شامل لنفسه وروحه أخد غفران شامل وكامل أخد تطهير كامل أخد بركة سماوية كاملة أخد حياة أبدية مع المسيح وهو ده اللي بيحصل بركات الشكر في الصلاة ما تتعدش أبداً إن أردت أن تتعرف على الله بطريقة شخصية أطلب نسختك المجانية من هذا الكتاب العثور على الفرح المنشود سوف تتعلم من خلالها عن محبة الله العميقة لك وستختبر غفرانه غير المحدود وإن كانت لك شركة روحية مع الله وتود أن تسير بقربه وفي مخافته أكثر وأكثر كتيب الخطوات السبع في مغامرة إيمانك سيقودك إلى بناء علاقة حميمة مع الآب السماوي أطلب نسختك المجانية الآن